في عنوين نشر انطلاق معركة تحرير الموصل من داعش داعش لن يستسلم حالياً في الموصل لن يمكن السلاح أطلاقاً ردول الأعمال سبق هيئة المجلس ولا قانون انتخاب ما في حدا بيقدر بيقدر يتحمل مسؤولية غيابه عن الجلسة العامة غداً رح نحضر الخميس منشوف كيف تتقدم المزائل وبناءً عليها مناخد القرار بهذا الموصل بين عون وفرنجي كيف ستتوضع أصوات الكتل النيابية وانتفاضة طالبية في الجامعة اللبنانية الأمريكية سنة عن سنة بزيد أسطر الأيوب مساء الخير وأهلاً بكم معركة تحرير الموصل انطلقت ومعركة تحرير بعبداً من فراغه شقت طريقها مع تحرق قائد البشمركة اللبنانية الرئيس سعد الحريري الذي عاد مساء اليوم إلى بيروت وإذا كان الأسبوع المنصرم قد انقضى على وعد بالترشيح سيعلنه في الأيام القليلة المقبلة فإن أي خطوة لزعيم المستقبل ستلزم أيضاً جبهة عمل سياسية على حزب الله خوضها مع حلفائه فالعماد ميشيل عون يردد أنه لن يحضر جلسة انتخاب رئاسية إلا بعد سحب ترشيح النائب سلمين فرنجية والاتفاق مع الرئيس نبيه بري لكن هذه المطالب تصنف ضمن الشروط الصعبة قبل جلسة الواحد وثلاثين من تشرين الأول فمتى عجز حزب الله عن إقناع نور عينه بالانسحاب وعن تهدئة روع رئيس المجلس ودفعه إلى التوافق مع التيار يقع الشرخ بين الجنرال ميشيل عون وحزب الله في المواعيد فإن وسط الأسبوع هو الحاسم ترشيحاً لكن أين يقع بري مما سماه تحالف رياض الصلح وبشار الخوري أو ثنائية عون الحريري ففي كلام رئيس المجلس مضمون سلة حقيقي هذه المرة معرباً عن الاستياء من أدوار نادر وجبران الذين يحددان الرئيس ورئيس الحكومة ويقرران من هو رئيس المجلس وفي هذا الموقف اعتراف من بري بأن رئيساً اسمه كرئيس مجلس أصبح في مهب التيارين وأن عودته رئيساً للبرلمان لن تكون سهلة والسمى زرأة على برتقالية ما يستدعي ضمانات شخصية أطلق عليها اسم سلة وإلى أن تتضح رؤى المعارك الرئاسية على مختلف المواقع الثلاثة رئيساً ورئيس حكومة ورئيس مجلس فإن الحدث يعطي الموصل أولويته عاصمة داعش بالإكراه التي حفزت التركي على خوضها بشراسة بعدما لمست ضلوعاً أمريكياً في دولة كردية عند حدودها إنهاء داعش في الموصل هو قرار دولي اتفق عليه الجميع في خطوة ستريح العراق وتتعب سوريا بعدما يتم تكنيس الإرهاب من الموصل إلى حلب ومنهم من سيتحول معتدلاً ويمنح سلاحاً خليجياً كما أعلن وزير خارجية السعودية عادل الجبير اليوم ومن حلب تجري تصفية الحساب مع الروس إذن بعد سقوطها في حزيران عام 2014 بدأت عملية تحرير محافظة الموصل من أيدي داعش في 48 ساعة فقط سقطت الموصل عام 2014 بأيدي داعش واليوم دقت ساعة الصفر لمعركة تحريرها إن القوة التي تقود عملية التحرير هي قوات جيش العراق الباسلة مع قوات الشرطة الوطنية وهم الذين سيدخلون مدينة الموصل لتحريرها وليس غيرهم هم منكم وإليكم يريد لن خيركم ما بين 60 و 65 ألف مقاتل يشارك في الهجوم من أربعة محاور وبدعم من التحالف الدولي الذي يشارك في 88 طائرة مقاتلة انطلق الهجوم من أربعة جهات يقوده الجيش العراقي وشرطة الاتحادية وقوات البشمرق الكردية التي يتحرك معها على جبهة بعشيقة ألف مقاتل دربتهم تركيا ويطلق عليهم اسم حرس نينوا بحسب ما أعلنه قائد تلك القوات ومحافظ نينوا السابق وقد فتحت القوات العراقية السواتر وتوغلت على طريق يربط الموصل بالعاصمة بغداد جنوبا في حين تقدمت قوات البشمرق من محور آخر وتمكنت من السيطرة على سبع قرى في قضاء الحمدانية جنوبي شرقي الموصل فيما تركت الجهة مع الحدود السورية أما مقاتل الحجز الشعبي فقد اقتصر دورهم على الأعمال اللوجيسية لا سيما بعد اتفاق بين بغداد وإربيل يقضي بعدم السماح لهذه الميليشيا بالتقدم نحو الموصل من ناحية الشرق إلى ذلك تقوم المدفعية الأمريكية بقصف مكثف لمناطق سهل نينوا في شمالية الموصل وغربها وتقوم الطائرات الأمريكية من دون طيار وعلى نحو متواصل بطلعات استكشافية فوق السهل وبعد ساعات على أعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العباد انطلاق العملية بدأت ردود الفعل الدولية فاستغرب الرئيس التركي رجب طيب أردغان طلب عدم دخول تركيا في المعركة لا سيما أن لبلاده حدودا طويلة مشتركة مع العراق محذرا من العواقب الوخيمة لعدم مشاركة تركيا في العملية أقول للجميع سنكون فعالين في عملية الموصل لتركيا علاقات وثيقة مع أهل العراق ويجب أن نقف معهم لمواجهة داعش وقد دربت كواتنا وسلحت عناصر من البشمرقة والعشائر الوطنية في بعشيقة وسنشارك في المعركة شاء أم أبو وإذ طلبت الحكومة العراقية إلى المواطنين البقاء في منازلهم أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مصير مليون وخمسمائة ألف مدنيا في الموصل معركة تحرير الموصل بنظر المحللين طويلة وداعش لن يتخلى بسهولة عن عاصمته في العراق يخطئ من يعتقد أن تنظيم داعش سيتخلى عن عاصمته الثانية بسهولة على غرار ما حدث في بعض المدن في سوريا والعراق قبل أكثر من عامين سيطر التنظيم على مدينة الموصل العراقية ومنذ ذلك الحين يعد العدة للمعركة فبنى دفاعات قوية ودرب نحو سبعة ألاف مسلح للدفاع عن تلك المدينة في حلين بلان اي الدخول بالقوة إلى الموصل يعني صمود داعش هذه معركة أنا بعتبالها صعبة جدا يعني ستلينجراد يمكن تستمر لأشهر وبدو يسقط ألاف إذا مش عشرات ألاف من الضحايا وبستبعدها أنا بتصور كما حصل بالفلوجة وكما حصل بررامادي يصمد داعش في الموصل إلى أن تؤمن له مخارج آمني وهذه المفاوضات اللي عم تصير مع الجانب الأمريكي الممرات الإنسانية مصطلح بات شائعا في الفترة الأخيرة وأصبح يبرز عند كل معركة سواء في سوريا أو العراق وهذا ما قد ينطبق أيضا على معركة الموصل عندما يخرج داعش هناك ست سبعة ألاف مسلح يقدر عدادهم بالمدينة سيذهبون حتما إلى الأراضي السورية بروحوا على دار الزور وعلى الرقة في هذه المنطقة الحدود العراقية السورية قدر ستمية وخمسين كيلومتر فيه بالشمال الأكراد شيل مئة كيلومتر لدينا خمسمية وخمسين كيلومتر حدود بين سوريا والعراق يسيطر عليها داعش كلها من هنا من على تل دابق وقرية دابق ومرش دابق نوجه رسالي إلى جنود البغدادة الذين خدعهم لا يمكن فصل ما يجري في الموصل عن تطورات شمالي سوريا حيث خسر التنظيم أخيرا بلدتي دابق وصوران وهما الممر الأسهل والأقرب إلى مدينة الباب التي تعد المعقل الرئيسة لتنظيم داعش في ريف حلب وهي الرابط الأساس بين ريف حلب الشمالي والرقة عسكريا داعش سيخرج من العراق عسكريا وسيبقى في العراق أمنيا وينتقل إلى سوريا وبيجمع عسكريا بكل أوتو وتنتقل كما ذكرنا من الباب عبر نهر الفرات إلى شرق الفرات يتوسع داعش في هذه المنطقة كل الرقة دير الزور عندك مطار الطبقة العسكري عندك كل هذه المنطقة ستكون تجمع لتنظيم داعش بعدما أزال الحدود ودخل مدنا وتمدد شمالا وجنوبا ها هو التنظيم على وشك أن ينحصر في الرقة بقوة عسكرية وإرادة دولية نعيم برجاوي قناة الجديد بعيد عودته إلى بيروت مساء اليوم استقبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في بيت الوسط رئيس دائرة أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية جيروم بونافون وكان بحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة غدا تنتخب هيئة جديدة لمجلس النواب فمن سيشارك ومن سيقاطع وما موقف الكثال السياسية من تشريع الضرورة وزع جدول الأعمال للجلسة التشريعية وغاب عن بنودها قانون الانتخاب فاحتلت الجدول البنود المالية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية بهدف تسيير أمور المواطن على الرغم من تلويح القوات والتيار الوطني الحر بالمقاطعة إذا ما لم يدرج قانون الانتخاب في رأس الجدول بعد فترة شهر أو شهرين إذا بقيت الأمور إذا ما في تشريع يمكن حتى بعشات المنظفين يعني ما في إمكانية أنه تصرف نحن بنى قانون الانتخابات بس هلأ إذا الرئيس بري أو هيئة المكتب بدين حطوا الاكتراح أو مشروع قانون الانتخابات في 16-17 قانون أي قانون بدين نحط على جدول الأعمال ما بعتقد حدا بيقدر يتغيب عن هك جلسة لأنه هذي بتحدد البصير المالي للوضع اللبناني ما في حدا بيقدر يتحمل مسؤولية غيابه عن الجلسة العامة مع تغييب قانون الانتخاب عن الجدول هل تقاطع القوات وتكتل التغيير والإصلاح؟ غدا رح نحضر الخميس منشوف كيف تتقدم المزائل وبناء علىها مناخد القرار بهذا الموضوع في مجموعة من الوسطى عابت ناقش هذا الأمر وقد يعاد إدراج اقتراح قانون انتخاب أنه يكون موجود على جدول الأعمال فهذا بيكون مخرج ملائم لكل الأفريقى التغيير والإصلاح يربط تشريع الضرورة بالتطورات الرئاسية والقوات تعمل لإعادة إدراج قانون الانتخاب في جدول الأعمال والاتصالات في هذا الاتجاه قائمة والمساعي حثيثة أما المستقبل وعلى الرغم من تمسكه بقانون الانتخاب سيحضر لما تحمل هذه الجلسة من ملفات اقتصادية واجتماعية ضاغطة نحن سنحضر الجلسة التشريعية ونعتقد أن العودة إلى التشريع هو موضوع كبير لهمية إذا تأخر قانون الانتخاب ما معناته أمور الناس كلها بتوقف البلد كله بيوقف لا مفروض نمشي مصالح الناس سواء بمجلس نواب أو بمجلس الوزراء يتردد في أروقة المجلس أن جلسة تشريع الضرورة ستنعقد الخميس المقبل وهذا ما يفتح بابا لجولة جديدة من النزاعات السياسية بين الأحزاب في ظل الإيجابية رئاسيا والأجواء التحورية الفردية أما أبرز ما في الجدول الذي يتألف من 38 بندا فهي اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى خفض الغرامات على متأخرات الرسوم الميكانيكية تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء إصدار سندات خزينة بالعمولات الأجنبية تبادل المعلومات لغايات ضريبية فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة تجريم التحرش الجنسي والإساءة العنصرية تعديل قانون السير زيادة غلاء المعيشة للعاملين من مدنيين وعسكريين في القطاع العام أما البندو الثالث والعشرون فيقضي بتعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية رواند أبو خزام قناة الجديد بالأرقام كيف ستتوزع أصوات الكتل النيابية والمستقلين بين ميشيل عون وسليمين فرنجي شهد لبنان الثلاثة عشر انتخابا رئاسيا اثنى عشر منها حسم بالتوافق خارج المجلس وسجل انتخاب حقيقي واحد يوم فاز الرئيس سليمين فرنجي على الرئيس ليس ساركيس بفرق صوت واحد حتى اللحظة سيناريو عام سبعين يتكرر بقاسم مشترك هو اسم سليمين فرنجي الحفيد بدلا من الجد وميشيل عون مكان ليس ساركيس إذا ما استثنين المرشح الثالث هون ريحله وفي حال كتب لهذه الانتخابات أن تسلك درب انتخابات عام سبعين وتحسم المعركة عبر الانتخاب من دون اللجوء إلى التوافق كيف ستوزع أصوات الكتل بين المرشحين سليمين فرنجي وميشيل عون كتلة المستقبل مؤلفة من ثلاثة وثلاثين نائبا قد يصل عدد الأصوات للتصب في مصلحة عون إلى واحد وثلاثين نائبا ومعارضة الرئيس فؤاد السنيورة والنائب أحمد فتفد أما كتلة التنمية والتحرير فتصب أصواتها كاملة للوزير سليمين فرنجي كتلتا الوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي ستعطيان أصواتهما لمصلحة عون باستثناء النائبين مروان حميدي وأنطوان السعد كتلة الإصلاح والتغيير كاملة لمصلحة الجنرال عون كذلك بالنسبة إلى نواب القوات الثمانية نواب الكتائب الخمسة لم يكشفوا أوراقهم بعد كتلة لبنان الحر الموحد ستضيف ثلاثة أصوات إلى أصوات فرنجي عن حزب البعث سيعطي فرنجي صوتا فيما صوت النائب قاسم هاشم فسيجير لما سيقرره الرئيس بري الحزب القومي لم يكشف توجه صوتيه أما صوتات تشناق فللجنرال ميشيل عون الغموض لا يزال يلف صوت الجماعة الإسلامية والنائب دوري شمعون النائب طلال إرسلان لم يحسم أي من الحليفين سيعطيه صوته أصوات المستقلين لم تتضح وجهتها كبطرس حرب روبير غانم نجيب ميقاطي محمد الصفدي أحمد كرامي أمير رحمي وتمام سلام فيما ستصب أصوات النواب ميشيل فرعون ميشيل المر نيلة ويني نؤولى فتوش وخالد الظاهر لمصلحة الجنرال عون لتقف النتيجة النهائية 88 صوتا لعون في مقابل 18 صوتا لفرنجي أما الأصوات الاثنان والعشرون الباقية وإن صبت كلها في صندوق الوزير سليمان فرنجي فلن تكفي لحسم الجدل الرئاسي لمصلحته فقد بات من شبه المؤكد أن الجنرال عون يحوز أصواتا كافية لإيصاله إلى كرسي بعبدة لكن التجربة اللبنانية تؤكد أن الأصوات وحدها غير كافية إذ أن التوافق هو مفتاح المجلس الوحيد حسان الرفاعي قناة الجديد بعد الأعلان حزب الله نعى أحد قيادي أهلا بكم من جديد طلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية ينتفضون على إدارتهم كفا قيوبا الجامعة اللبنانية الأمريكية ليست على ما يرام طلابها على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية ضاقوا ذرعا بطريقة معالجة الإدارة لملفات الحياة الجامعية كافة من أقصات مرتفعة إلى انتخابات مجالس طلابية وأنديا وصولا إلى النشاطات الثقافية سنة عن سنة عم بيزيد أسطر اليو وهذا شيء من مطلبنا نحن نوقف ضده ونعرف لاش عم بيزيد وكيف عم بيزيد ووين عم بيحط المصاري نحن عم ندفعها كل يوم ويوم هي الحياة الاجتماعية اللي عم بيحاولوا يلغوها بالجامعة أكبر دليل أنه الكوفية الفلسطينية مثلا على سبيل المثال هيدا شعار اجتماعي لاي ممنوع ينوجد بالجامعة أولا هالجامعة عم تعطي صفوف علوم سياسية عم تعطي إعلام عم تعطي صفوف بتنمي الشخصية الاجتماعية للطالب لكان لاي لما نجل التنفيذ ممنوعة الاعتراض الطالبي لخصه مسؤول الطلاب في حزب الله عباس بدر الدين في كلمة ألقيت على الطلاب المعتصمين أنتوا بالجامعة متخوفونا من بعض أنتوا عم تخلونا نوصل لعمر الاربعين والخمسة واربعين سنة لنفكر نقعد على طاولة الحوار ليش أنا بالجامعة هون وأني شاب قاعد بقلب جامعتي عم بتعلم وثقف شو المشكلة يقعد أنا وطيار المستقبل نتناقش شو المشكلة طيار الوطن الحر يقعد مع القوات يتناقش ليش بك توسطونا للأعمار الكبيرة لنقعد على طاولة الحوار بعد ما يكون تصار اللي صار ووعية الحروب ووعية الخلافات وزادت الكراهية خلونا نعرف بعضنا هون خلي المعرفة تزيد ببعضنا هون نتناقش هون نتحاور هون لأن إذا طلعنا من هون وهذه الكراهية عم تزيد حنشوف نفس المشهد اللي عم نشوفه بلبنان هل أما عميد الطلاب رائد محسن فوضع عددا كبيرا من اتهامات الطلاب في خانات الافتراء بالنسبة للعمل الحزبي والسياسي بالجامعة منحب أن يكون عمل منظم يعني تكون الجامعة منبر الفكر الحر ولا صراع العقائد وليس للي السواعد إذا كان فيه فكرة معينة أو موضوع ندوي معين منحب أن تكون ندوي فيها على الأقل رأيين ما يكون فيها رأي واحد وهذا ما نخلف مع الأندي الطلابية بيعتبر النادي أنه إذا هو قدم اقتراح بنشاط ما يجب أن يقبل لا في فوهرامية في مجلس الحياة الجامعية وفي مجلس الرئيسي الرئيس النواب وحسب أهمية الموضوع بيقروا النشاط أو لا الجامعة اللبنانية الأمريكية يحاول الطلاب المتحزبون إحداث تغيير في طريقة معاملة الإدارة للطلاب كعابري سبيل طريقة تعامل جمعت الخصوم تحت شعار واحد كفى قيوداً أدف شمس الدين قناة الجديد حزب الله نعى شهيده حاتم حمادي الذي سشهد أمس في معارك حلب نعى حزب الله الشهيد حاتم حمادي الملقب بالحاج علاء والشهيد من بلدة القماطية مواليد عام 71 متأهل وله ولدان وحائز إجازة جامعية في اختصاص هندسة الكهرباء بدأ حياته الجهادية ضد العدو الإسرائيلي وكانت لهم مشاركات في عدد من العمليات إبان الاحتلال الإسرائيلي أدى دوراً بارزاً في التصدي للعدوان في تموز 2006 تولى مهمات في عمليات بناء القدرات العسكرية للمقاومة الإسلامية في مجالات عدة الحاج علاء من طلائع المجاهدين الذين ذهبوا للقتال في سوريا وقد شارك في معارك الغوطة الشرقية والدفاع عن مقام السيدة زينب هو أحد القادر الميدانيين في عملية تحرير القلمون الغربي والتصدي للجماعات الإرهابية في الزبداني تعرض لإصابات عدة في خلال مسيرته الجهادية شارك في معارك حلب واستشهد في السادس عشر من الشهر الحالي على أحد جبهتها لبنان عاجز عن استيعاب نازحين جدد وجهاز أمن الدولة محروم من أي مخصصات وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي في عين التيني بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام في الأوضاع والتطورات الراهنة ثم استقبل بري المجلس المركزي لحكيمية مصر في لبنان برئاسة حاكم المصرف المركزي رياض سليمي وعضوية نوابه ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سامير حمود وأعضاء اللجنة والمدرين العامين لبزارتي الاقتصاد والمال وجمعية المصارف برئاسة رئيسها جزيف طرباي في حضور وزير المال علي حسن خليل أكد وزير الداخلية لهذه المشنوق لنائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لجؤون اللاجئين كالي كليمنس عدم قدرة لبنان على استقبال نازحين جدد إلا في الحالات الإنسانية الاستثنائية أبدأنا في الأمم المتحدة والمفاوضية العليا للاجئين كامل استعدادنا للمساهمة في مساعدة لبنان حكومة وشعبا لتحمل الأعباء الناجمة عن النزوح السوري سمول التنصيق بين المدرية العامة للأمن العام ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب بحث فيها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وسفرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لسن والتقى إبراهيم وفدا من تجمع اللجان وروابط الشعبية برئاسة المنصق العام معا بشور ثم بحثا ووفدا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة ممثل الحركة في لبنان معيد رفاعي في مسار المصالح الفلسطينية وأوضاع المخيمات انتقد وزير السياحة ميشيل فرعون حرمان جهاز أمن الدولة أي مخصصات إضافة إلى داتا الاتصالات التي أعطيت للأجهزة الأمنية كافة باستثناء جهاز أمن الدولة أما جهاز أمن الدولة المخصصات السرية لجهاز أمن الدولة لا بده مجلس وزارة ولا نقل اعتماد ولا وزير ولا رئيس أو نائب رئيس مجلس أعلى الدفاع ولا رئيس وزارة ما بده حدا هذه العملية لنقل مخصصات سرية لأمن الدولة هي زيتها من 30 سنة استقبل وزير الصحة العام موائل أبو فعور في مكتبه في الوزارة وفد من هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ أحمد العمري في حضور أمين السر العام في الحزب تقدمي الإشراكي ظافر ناصر في طار جولة التيار الوطنية على القيادات اللبنانية زارة نائبان ألاعون وسموع براميا الرئيس نجيب ميقاتي اكدنا أن ترشيح المدعون ما أنه ترشيح تحدي بالعكس هو ترشيح من أجل الوحدة الوطنية نحن نتمنى أن كل الكتل والقوى السياسية في لبنان يكونوا نحن وياهم إيد وحدة الإضراب أمام مراكز المعينة في لبنان مفتوح إلى أن يعود القطاع إلى كنف الدولة قرار تصادي انتخذته اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان المشكلة أو المعركة أو المواجهة هي ما بين الناءبات الحريصة على أموال الدونة ومصالح المواطنين وما بين بعض المسؤولين المنصرة على إدارة هذا القطاع من أبل الشركات ناشدت والدة الطفل المصري محمد مجد كمال السيد الخيرين ووزير الصحة المساعدة في إنقاذ طفلها الذي يحتاج إلى عملية استقصال قليته يذكر أن والد محمد متوفى ووالدته تقيم في صور منذ زمن بحاجة ابني حاليا ابني بدأ يعمل له زرع تقصار كله في إطار برنامج التعاون العسكري المدني وزعت وحدات من الجيش كمية من تجهزات المدرسية على خمس مدارس تسمية في أقلية حصبية رشاية مرجعيون والبقاع الغربي شملت بلدات كفركلال خلوات لخيارة الرفيد وكفرقوق عادت إلى بيروت بعثة منتخب لبنان الوطني التي شاركت في بطولة العالم لرفع الأثقال للماسترز في مدينة هينشايم الألمانية بعدما حققت إنجازات بينها حلول البطل أيمن حوماني ابن بلدة الدوار الجنوبية في المراتب العشر الأولى في العالم على الرغم من الإصابة التي تسببت بها التدريبات قبيل البطولة القضاء العسكري يقرر تخلية سبيل الشيخ بسام الطراس المتهم بقضايا إرهابية والموقوف علي غانم يتراجع عن إفادته قرر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة تخلية سبيل الشيخ بسام الطراس بسند إقامة إلا أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر استأنف قرارة تخلية السبيل وأبقى على الطراس مقوفا وقد أحيل الملف إلى محكمة التمييز العسكرية لبده أبدا أبدا إذا أنت إليك عليها هو إليه عليها ما إليه عليها بتنظيم داعش أبدا أبدا وكان الطراس قد أقر بارتباطه بتنظيم داعش بعدما تبين أنه على علاقة بأخطر الإرهابيين الذين نفذوا عددا من التفجيرات الانتحارية في لبنان وآخرها ارتباطه بتفجير كسارة في آب الماضي بحسب تحقيقات الأمن العام وفي أثناء توقيفه كشفت المعلومات أن الشيخ بسام الطراس أقر بمعرفته بالمدعو علي غانم الموقوف لدى الأمن العام الذي ضغط زر التفجير في منطقة كسارة في زحلة واعترف غانم بأن الطراس عرفه بأبو البراء واسمه محمد قاسم الأحمد وقال له الطراس تنفذ كل ما يطلبه منك أبو البراء وأبو البراء هو العقل المدبر لخلية النعمة التي فجرت سيارة الرويس وبحسب الإفادات السابقة فإن اجتماعا ثلاثيا عقد في تركيا ضم الشيخ الطراس وعلي غانم ومحمود الربيع العنصر التنفيذي الرئيس في تفجير مبنى السفارة الإيرانية وبحسب ذات الاتصالات التي كشف عن جزء منها يظهر أن شيخ الطراس كان على اتصال بأبو البراء وبأبو الوليد السوري المسؤول عن الخلايا الخارجية لتنظيم داعش وهي الخلايا التي نفذت تفجير برج البناجنة والعمليات الانتحارية التي شهدتها باريس في تشرين الثاني الماضي غير أن مصادر قضائية عسكرية أشارت للجديد أنه لم يصبت أن الطراس متورط في أي عمل إرهابي وقد تبين أن هناك تواصلا بينه وبين شيخ في تنظيم داعش من دون علم الطراس بأن الأخير ينتمي إلى هذا التنظيم وذكرت المعلومات أنه بما يتعلق باعترافاته علي غانم الموقوف عند الأمن العام فهو تراجع عن إفاداته أمام مهوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر بعد الأعلان تيرنوبل ألمانيا أهلا بكم أكد وزير الخارجية السعودي عدل الجبير أن السعودية تريد وقفا لإطلاق النار في اليمن قائلا نتوقع محاسبة المسؤولين عن قصف مجلس العزاء في صنعاء وتعويض على عائلات الضحايا وأشدد أعلان السعودية موافقة على وقف إطلاق النار شرط موافقة الحوثيين وعن معركة الموصل أكد الجبير أن تنظيم داعش سيخسر الحرب في النهاية معربا عن قلقه من دخول الميليشيات الشعية الموصل وتنفيذ مجازر بحسب تعبيره أما عن الوضع في سوريا فقال لنعمل لتعزيز نعمل لتعزيز أمداد المعارضة المعتدلة في حلب بالسلاح قام رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك بزيارة رسمية للقاهرة استمرت يوما واحدا بناء على دعوة من الجانب المصري التقى فيها نائب رئيس جهاز الأمن القومي في مصر اللواء خالد فوزي والمسؤولين الأمنيين الكبار وبحسب وكالة سانا فقد اتفق الجانبان على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر وتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان في خطوة تكرس الديمقراطية في البلاد وتواكب المتغيرات والتطورات صدر في الكويت مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وذلك عقب اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء واجأ في المرسوم أنه نظرا لظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد عنها من تطورات وما تقتديه التحديات الأمنية وانعكساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمات في مواجهة تلك التحديات أما في لبنان وعلى الرغم من أنه يقع في عين العاصفة والمتأثر الأول مما يجي في المنطقة فلا تغيير ديمقراطي عبر قانون انتخاب جديد ولا من مجلس نيابي يواكب المتغيرات بل يسعى للعرقلة تمهيدا للتمديد لنفسه في سوريا أعلن مصدر أمني سوري أن الجيش السوري تمكن من كشف سيارة مفخخة بوسطة تقنيات حديثة في داخلها ثلاثة انتحاريين ودمرها بمن فيها قبل وصولها إلى أحد الحواجد في منطقة البجاع في الصبورة بريف دمشق مشيرا إلى أن العملية جرت بعيدا من منطقة السيدة زينب انفجار في أحد أكبر المصانع الكيميائية في ألمانيا والعالم هذا انفجار ضخم إحدى مؤسسات شركة باسف الألمانية أكبر منتج كيميائي في العالم في جنوب ألمانيا ما أدى إلى إصابة عدد من الأفراد وقد أظهرت اللقطات الأولية ألسنة لها بترتفع مئات الأمتال في الهواء ما سدعت طلب إلى السكان المجاورين التزام منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ حرصا على سلامتهم وأشارت المعلومات الواردة من مكان وقوع الحادث إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب للوقود في المصنع المذكور وأكدت أن خطر الانفجار يكون في أنه وقع في مرفأ المدينة الذي تريد إليه ناقلات النفط والغاز مرجحة أن يكون التفجير قد وقع في إحدى السفن الراسية هناك وقد ناشدت السلطات المحلية سكان المدينة التزام منازلهم تحسبا لارتساع رقعة الحريق وتلوث الهواء بالانبعاثات السامة التي قد تنجم عنه وقررت إدارة المصنع المذكور تعليق العمل الانتاجي فيه حتى إخماد الحريق والتحقق من زوال الأخطار المحتملة الأخبار الفنية في تقرير لشادي خليفة ضمن احتفالية العيد العشرين لمسرح المدينة أحيى الفنان عبد الكريم الشعار صهرة طرابية حضرة عشاء الغناء الأصيل الشعار استعاد ريبرتوار كبار الطرب العربي أمثال سيد درويش وسيد مكاوي وأم كلثوم ووديع الصافة وفليمون وهبة وغيرهم من اللي أثروا المكتب الموسيقية الشرقية بأغنياتهم موسيقى 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 فتح مدحف خصص لمقتنيات الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أبوابه أمام الزوار والمدحف المقام بمنزل عبد الناصر اللي استخدم بعد وفاة أرملته كمكتب لموظفير يقاسة الجمهورية سنة 2008 سنة أعلنت وزارة السقافة المصرية عن مشروع تحويل بيت الزعيم الراحل إلى مدحف بيدوم لكثير من المقتنيات من بين غراض قدمتهم عائلة عبد الناصر استعملها أثناء فترة حكمه مدير المتحف قال أن المشروع كان مطلب شعبه من وقت وفاة عبد الناصر عام 1970 وأن الزوار عم يعبروا عن دهشتهم بالبسطوى المتواضع اللي كان عليه بيت الزعيم الراحل تمكنت الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان من تسليط الضوء عليها وجاذب أنظار واهتمام المراقبين اللي اتكهنوا بإمكانية حصولها على جائزة أوسكار عن أحدث أدوارها بفيلم جاكي اللي عم تجسد فيه شخصية سيدة أمريكا السابقة جاكلين كيندي الفيلم عرض هذا الأسبوع بمهرجان نيويورك وهو بيحكي عن الفترة اللي عاشتها جاكلين كيندي بالأيام لتالت اغتيال زوجة الرئيسة جان كيندي سنة 1963 وقدرت بالفيلب ناتالي بورتمان أن تلبس بطريقة مذهلة شخصية جاكي كيندي شكلا وأدئا زارة النجمة باميلا أندرسن سفارت الإكوادور بالعاصم البريطاني لندن للقاء مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وكانت حاملة أكياس طعام وكتاب وهي ديمنى الزيارة الأولى اللي بتقوم فيها الممثل المثيرة لجوليان أسانج تأديرا لدوره بفتح المعلومات الحكومية السرية فقد زارته باميلا أندرسن من قبل سنة 2014 جوليان أسانج مقيم حاليا بسفارة الإكوادور من حوالي الأربع سنين حيث تطارد الحكومة السويدية بتهمة التحرش الجنسي وتسعى لإعتقاله وتسليمه للولايات المتحدة بتهمة تسريب وثائق خاصة بتخصة على مدى السنوات الماضية وآخرة وثائق سرية بتكشف أسرار الحمل الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون مع هيدا الخبر منوصل لختم فقرتنا أنا برجع بالتأكي فيكم مساء بكرة بفقرة جديدة ظلوا بألف خير أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سرعت مساء الخير من بعض الهجوم يلي تعرض له أحد مكاتب الحزب الجمهوري مبارح عن طريق رمأنينة مليئة بمادة حارقة على شباك المكتب بالإضافة لكتابة شعارات معادية ومهددة للحزب تهم المرشح الجمهوري دونالد ترامب عبر تغريدة نشر اليوم قال فيها أن حيوانات بتمثل هيلاري كلينتون والديمقراطيين هاجموا المكتب بشي فونا عم نربح من جهتها دينت هيلاري هالهجوم ووصفته بالمخيف وغير المقبول أما بعض التعليقات يلي إجت على تويت ترامب كانت استغرابة من الشخص يلي بحرد جمهوره على العنف مباشرة أنه يرمي الاتهامة على هيلاري وأنصارة أما هيلاري فاكتفت بنشر فيديو عبر تويتر تشرح في معنى التنمر والمتنمرين ووضعت أمثلة عنها الشي من تصرفات منافسة ليجيها رد من أحد التعليقات ويئلة ياريت منشوفكن عن تحكوا عن السياسة شي مرة أكتر مما بتحكوا عن قدي بتكرهوا بعض بالوقت يلي ركض اليوم نحو 3600 كلب من كل الأنواع والأحجام بشوارع العسم الإسبانية مع أصحابهم خلال السباق السنوي لزيت الوعي بالأسوأ على الحيوانات والتشجيع على تبنيها انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الكلاب عم بتهاجم سيارة واقفة بالطريق بطريقة غريبة جدا وقامت بتكسيرة بالكامل من دون معرفة السبب التعليقات توقعت يكون صاحب السيارة ربما معتدى على كلب خاصة أنه هيدا مش أول مرة بتنتقن فيها الكلاب من أصحاب السيارات مثل ما صار بسين بسيارة رجال درب كلب متشرد بنشوف مقطع منها الفيديو سوا دراسة عملت عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على عقولنا وفواد التدوين أو الكتابة على الفيسبوك وتويتر هذه دراسة بتقول أنه رغبتنا بالتعبير عن أنفسنا وأفكارنا علانية بس نكتب تجبرنا نكون أوضح أكثر إقناعا وأكثر نجا بصياغة الكلمات حتى لو كانت لجمهور محدود من الأصدقاء لكننا رح تدفعنا نلاقي أدلة وبراهين على أفكارنا ونكون أكثر حرصا وانتباها بظاهرة أطلق علي علماء الاجتماع اسم تأثير الجمهور ولا تأثير الجمهور فوائد كتير كبيرة غير أن نضج بالكتابة خاصة للطلاب ومنها تدريبهم على اختصار واختزيل أفكارهم عبر جمال أصيرة ومحدودة فببلشوا يكتبوا أكتر والأهم أنهم بيكتبوا أسرع أيضا والسرعة بالكتابة هي أمر ضروري كتير لأنه إذا ما كنا سريعين كفاية رح نخسر الفكرة يلي عم نكتبها أو طريقة السياغة يلي بدنا إيها ومع عاد فينا نسترجع وبهالخبر بنكون وصلنا لنهية نشرتنا لليوم تابعونا ووضلكوا نكتبونا وتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج وعبر صفحاتي على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أنت هاشتاك ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم تصبحوا على خير كان في النسر انطلاق معركة تحرير الموصل من داعش داعش لن يستسلم حالياً في الموصل لن يمكن السلاح أطلاقاً جدول الأعمال سبق هيئة المجلس ولا قانون انتخاب ما في حدا بيقدر بيقدر يتحمل مسؤولية غيابه عن الجلسة العامة غداً رح نحضر الخميس منشوف كيف تتقدم المزائل وبناءً عليها مناخد القرار بهذا الموصل بين عون وفرنجي كيف ستتوزع أصوات الكتل النيابية؟ انتفاضة طالبية في الجامعة اللبنانية الأمريكية سنة عن سنة عم بيزيد أسطر الأيوب لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكترونية الجديد دوتي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز شكراً للمتابعة وتصبحون على خير اشتركوا في القناة